كيفية احتساب فاتورات الكهرباء للسيدات والسادة النواب المحترمين فريق الأسرة والمعاصرة تفضل السيدة النائبة شكراً سيد الرئيس سيد الوزير فواتر الكهرباء تتميز بنوع احتساب الفواتر فيها واحد نوع من الغموض يؤدي في كثير من الأحيان إلى التشكيك ويكون مطار احتجاجات المواطنين وشكي نشي تدابير لتبسيط الفواتر ولتسهيل مقرؤيتها لفائدة الملزمين شكراً سيد الرئيس تفضل السيد الوزير شكراً سيد الرئيس شكراً سيد النائبة المحترمة وفي حقيقة القضية دي الفواتر سيد النائبة غير خاف عليكم أن تمان الكهرباء هو محدد قرار النظام الفوطر المعتمد طرف المكتب الوطني الكهرباء تتميز لقراءة كل شهرين الشهر الأول بالتبعية الحالة يكون فيه تقدير ترتبط بالكشف آخر آخر كشفين الشهرين والشهر الآخر يكون هو الذي فيه القراءة فبالتالي الفاتورة يكون فيها المبلغ استهلاك حسب الأشطر وحسب النوع وكذلك القضية هذه الإتاوة تابتة فيما يتعلق بالكيراء وصيانة العداد ورسم النهود بالفضاء السماعي البصري الزبان الذي يتعدى سيلكم مئة كيلوات في ساعة ورسم على الضربة القيمة المضافة وهذه بطبعية حال مع بعض الأمور التي تأتي في إطار التعاقد وحال دبال بعض الأمور التي تنص عليها الفوطر فيما يتعلق بالركلامات وغير ذلك هذا الشكل هو شكل مناسب لأنها تعطي إمكانية الزبون بطبعية حال أن تطلع على استهلاكه إذا كانت هناك ملاحظات يمكن أن نأخذها مع الاعتبار شكرا سيد رايش شكرا سيد وزير سيد الوزير هذا الشيء اللي تكلمت عني هو المشكل كتجي الفاتورة اللولى فيها مبلغ تقديري فيها النص ديال هذا الشهر نص ديال شهر لأخر وبعد كتجي واحد الفاتورة أخرى فيها المبلغ الواقعي اللي في هذا الشهر الثاني وبعد شهر لأخر اللي يجي والتالي يصعوب على المواطن أنه يراقب الاستهلاك دياله ثانيا المراقبة ديال العداد بشكل منتظم ما كيناش والحجة عند النسؤولين هي قلة الموارد البشرية فأنا سؤالي واشهد المواطن قدر هذا المواطن هذا أن يكون ضحية التدبير السيء ضحية قلة الموارد ضحية الاختلالات اللي تكون في هذا الصندوق والتي أفرزت الزيادة الأخيرة في تسعير اللي عرفناها واللي كان عندها واحد تأثير واحد لانعكاس سلبي جدا رغم أن الحكومة تحاول الترويجة لعكس ذلك ولكن الواقع لا يرتفع حتى على مستوى من غيركم أنتم على مستوى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء أيضا تتعمل واحد مشكل كبير جدا وهي أنها تطلب من المواطن أن يؤدي مقابل خدمة ما تتعطيها لش وأقصد بذلك الأحياء الهامشية والعالم القراوي اللي غير مرتبط يعني ما كانش ربط بالتطهير السائل وفي الفاتورة الماء كاين 50% إضافية مقابل التطهير السائل هو ما عندوش الخدمة ما عندوش وبالتالي بالنسبة لكم عدم تسهيل قرؤية الفاتورة عدم هذه المراقبة المستمرة للعدد اللي ما كيناش بالنسبة للوكالات المستقلة شكرا سيد المأيبا أنه يخلص تطهير الحار هو ما عندوش شكرا هناك تعقيب إضافي تضلطي الوزير بعد التواني أهوات القضية قلت السيدة النائبة ما كيناش أولا في الضالب يضاربط مشكل ما مطرح تنتكلبوا على المكتب الوطني الكهرباء قلنا كينتقيم في الأول تينباني على معدل السلاك اليوم الشهرين اللي دازو وكينت تسوية وهذه ما طرحاش إشكالات القضية دي أن هناك بعض الاختلالات يمكن أن تكون كان في بعض المرات هذي يريد أن يقرأ العداد يلقى العداد الداخل في الدار لا يمكن أن يقرأ كان بعض الاختلالات التي يمكن أن توقع اختلالات تقنية كذا بطبيعة الحال لا يوجد علاقة بالشطر الثاني اللي قلت ديال رفع الأتمينة ديال السلاكات كانت علاقة بالمكتب الوطني الماء الكهرباء كانت علاقة بالإيرت اللي كان كان